تمكنت مصالح أمن ولاية وهران في عمليتين متفرقتين من تفكيك جمعة أشرار أفرادها متورطون في قضية نقل وتخزين وترويج المخدرات حيث تم توقيف أربعة أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات سارة فرانتي تمكنت فرقة البحث والتدخل بياري آ التابعة للمصلحة الولائية للشروطة قضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار أفرادها متورطون في قضية الحيازة النقل التخزين وترويج المخدرات عملية توقيف جاءت استغلال لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة والتي مفادها قيام أفراد الشبكة بنقل هذه السموم على مستعملين عدة مركبات لتمويه وتضليل مصالح الأمن أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ أصفرت عن توقيف ثلاث أشخاص على ملت المركبة من رونو بعد إخدائها لتفتيش دقيق تم حز كمية من المخدرات تقدر بـ 8 كيلو جرام و160 غرام من مادة السموم مواصلة للتحريات والتحقيقات وبموجب إذن بتفتيش وتمديد الإختصاص الصادران عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم إيطاحها بباقي أفراد الشبكة إضافة إلى حز مركبتين ومبلغ ماني من عائدة الترويج يقدر بـ 12.500 دينار بالإضافة إلى 10 هواتف نقالة الضالعون في هذه القضية تم تحرير إجراء قضاء ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدد